بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الكرام فنتابع دعون الله تعالى في هذه الليلة التعليق على آيات سورة الغاشية وكنا قد انتهينا من السياق الأول أو المقطع الأول وقد استهل الله جل وعلا هذه الصورة بهذا الاستفهام الذي عرفنا في الدرس الماضي بأنه يؤتى به للتشويق ويؤتى به للتعظيم والتفخيم قول الله تبارك وتعالى هل أتى كحديث الغاشية ثم بعد ذلك تحدث الله تبارك وتعالى عن أهل الوعيد تكلم عن حال الكافرين والمنافقين نسأل الله السلامة والعافية وأخبر أنهم يصلون ناراً حاميةً ويسقون من عين آنية يعني بلغت الذروة والغاية في الحرارة وكذلك يطعمون الضريع وهو الطعام الشوكي الذي لا يطاق نكالاً وعذاباً لهم ولا يسمنوا ولا يغني من جوع ثم بعد ذلك انتقل السياق على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد وعرفنا أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر والقرآن غالباً يبدأ بالوعيد ثم يأتي بعد ذلك بالوعد ولذلك الآن نجد في الشق الآخر أو في السياق الآخر من هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى ووجوهٌ يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنةٍ عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عينٌ جارية فيها سرورٌ مرفوعة وأكوابٌ موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أيضاً بأن التعرف على معاني سورة الغاشية وكذلك سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى فهذا من الأهمية بمكان ولأن هذه السور من السور التي يكثر تكرارها فهي تتكرر في كل جمعة تقريباً نسمعها وتتكرر كذلك في الأعياد فلذلك ينبغي المسلم أن يعني يحرص على فهم الآيات التي يعني تطرق سمعه كثيراً فقول الله تبارك وتعالى هنا في بداية هذا السياق وجوهٌ يومئذ ناعمة هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن حال أهل السعادة وعن حال أهل الفوز والنجاة قال وجوهٌ يومئذ ناعمة وهي وجوه المؤمنين حينما تكلم الله تبارك وتعالى عن وجوه وعن حال الكافرين انتقل للحديث عن حال المؤمنين قال وجوه يومئذ ناعمة لأنها رأت البشرى والسعادة والمؤمن كما هو معلوم يبشر بالجنة منذ لحظات النزع منذ أن تبدأ سكرات الموت المؤمن يرى ملائكة الرحمة يرى الملائكة البيض ويرى الملائكة التي تبشره برضوان الله تبارك وتعالى وبالجنة فيحب لقاء الله ولذلك لما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فاستغربت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحديث فقالت يا رسول الله أهو الموت يعني هل المقصود بلقاء الله الموت فكلنا يكره الموت يعني كراهية الموت هذه فطرة وجبلة مركوزة في النفوس الجميع يعني ما في أحد يعني يحب الموت بطبيعته فقال لها يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك يا عائشة ولكن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ملائكة بيض الوجوه وبشر برضوان وروح وريحان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه وإن الرجل أو العبد الفاجر أو قال المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة إلى أن انقطع من الدنيا وأقبال آخرة فهم يعني انتهت الدنيا وبدأت الآخرة في كل الصورتين إذا كان العبد في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة فإنه يرى ملائكة سود الوجوه ويبشر بسخط وعذاب ونكال فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه فإذا الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناعمة ولاحظ أن عبر بالوجوه لأن الوجه يظهر عليه أثر النعيم كما يظهر على الوجه أثر البؤس والشقاء وقد تطرقنا لذلك في بعض الدروس ولذلك الله جل وعلا يقول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم الإنسان المنعم المرفه يظهر ذلك في وجهه وفي المقابل الشخص الذي يعني عاش حياة البؤس والضيق والضنك والشقاء يظهر ذلك على وجهه فهؤلاء وجوههم ناعمة لما رأوا من النعيم والنعيم يعني نعيم المؤمن يبدأ منذ أن يوضع في قبره فإنه يفتح له نافذة إلى الجنة ويأتيه من طيبها ومن نعيمها ويتلذذ برؤية مكانه في الجنة حتى تقوم الساعة ولذلك جاء في الحديث أن العبد المؤمن إذا رأى مقعده من الجنة وهو في قبره يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة يشتاق إلى أن يذهب إلى بيته وأن يذهب إلى منزله في الجنة وإلى ما عده الله له من النعيم وفي المقابل الكافر والمنافق نسى الله السلام والعافية يقول ربي يقول ربي لا تقم الساعة إذا رأى النكال وإذا رأى ما عده الله له من العذاب فإذن وجوه يومئذ ناعمة أي هذه الوجوه وضيئة مبتهجة متنعمة في الجنة قال بعد ذلك لسعيها راضية والسعي هو العمل يعني أن هذه لما كفاه الله عز وجل بهذا النعيم فهي راضية عن ما قدمت وراضية عن العمل الذي أوصلها لهذا الثواب ولهذا الأجر فإذا لسعيها راضية يعني أنها راضية بعملها الذي بلغها هذا الثواب وبلغها هذا الأجر وقوله لاحظ أن الله عز وجل عبر بالسعي ما الفرق بين السعي والمشي في فرق بين السعي والمشي السعي فيه إسراع وفيه مبادرة ولذلك فهم بعض العلماء من هذه الآية أن الإنسان مطالب بأن يسارع إلى الخيرات ولذلك الله عز وجل يقول في موضع آخر فاستبقوا فاستبقوا الخيرات صح؟ الإنسان ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الإنسان المؤمن صاحب القلب الحي يبادر إلى العمل الصالح إذا سمعت المؤذن ما تجلس يعني تؤخر وتسوف وتؤجل حتى تنتهي الصلاة وتصلي في البيت لا إذا سمعت الأذان وعرفت أن الوقت دخل تبادر تتسارع تستعد للصلاة كما أنك تستعد لشؤونك الدنيوية ومواعيدك الدنيوية لو كان عندك موعد في طيران ولا كان عندك موعد في يعني مستشفى ولا عندك موعد في أي مكان آخر تجد أنك تضع المنبهات وتستعد قبل الموعد بساعة ساعتين بادر إلى الأعمال الصالحة لسعيها راضية تسعى للعمل الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل ويوصلك إلى أن ترضى عما قدمت في هذه الدنيا حتى لا تندم على ما فردت وعلى ما فاتك في هذه الدنيا ثم قال بعد ذلك في جنة عالية في جنة عالية الجنة هي المكان الذي أعده الله لكرامة المؤمنين والجنة هي جنان ومراتب حتى قال بعض العلماء وبعض المفسرين قالوا إن مراتب الجنة على عدد آيات القرآن وقالوا ولذلك يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت تتلوها أو ترددها في الدنيا فدرجات الجنة الجنة درجات ولما جاءت أم حارثة كما ذكرنا لكم في مجال السابقة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت يعني أما محبة بشدة ومتعلقة بحارثة فلما قتل في إحدى المعارك معركة بدر أو أحد حزنت عليه ووجدت عليه وجدا شديدا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أحارثة في الجنة فأصبر واحتسب أم أنه غير ذلك فترى مني يعني يعني من الجزع ومن الحزن عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهبلت يا أم حارثة يعني أنت هل أصابك الجنون أو ضعف العقل إنها جنان ليست جنة واحدة إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة نسأل الله الكريم من فضله فإذن هي جنان وليست جنة واحدة في جنة عالية وهذه الجنان من صفاتها العلو والرفعة كما أن النار من صفاتها السفول والهبوط في أسفل أسفلين فالجنة عالية ويوم القيامة تتبدد السماوات والأرض يعني يوم القيامة إذا قامت القيامة تزول السماوات والأرض لا يكون هناك سماوات ولا يكون هناك أرض فيكون المؤمنون في الجنة العالية التي هي في أعلى عليين وهذه الجنة علوها علو حسي وعلو قدري معنوي ما معنى ذلك؟ يعني علو حسي يعني هي مرتفعة في الواقع في الحقيقة هي مرتفعة وهذا من نعيم أهل الجنة وهي كذلك رفيعة المعنى والقدر يعني لجلالتها هي مرتفعة أيضا فإذا هذا العلو الجنة التي وصفها الله عز وجل بأنها عالية فهي عالية حسا ومعنى وقدرا ومكانة ومنزلة ولذلك جاء بهذا التنكير قال الله عز وجل في جنة عالية لاحظنا العبارة هنا جاءت منكرة يعني عندنا في اللغة العربية الكلمات تأتي معرفة بالألف واللام وتأتي من غير ألف واللام هنا قال جنة عالية يعني ما في ألف ولا منكرة فقالوا العلماء أن هذا التنكير يسمى تنكير تفخيم تنكير تفخيم وتنكير تعظيم لتعظيم هذه الجنة والعرب يعني الفصحاء يفهمون اللغة العربية ويعرفون أن هذا التعبير جنة عالية أن هذا الأسلوب أسلوب تفخيم وتعظيم وتبجيل ثم قال بعد ذلك لا تسمع فيها لاغية والضمير في قوله فيها يعود إلى الجنة قال لا تسمع فيها لاغية والخطاب هنا في قوله لا تسمع فيها لاغية يعني يتوجه لكل من يصلح له الخطاب يعني كل من دخل الجنة كل من دخل الجنة لا يسمع فيها لاغية اللاغية هي مأخوذة من اللغو وما هو اللغو ما معنى اللغو باللغو في أيمانكم صح هذا يعني باللغو في الأيمان هذا شيء آخر يعني هذه الأيمان التي لم ينوها صاحبها ولم يتعمدها طيب لكن اللغو أيوة اللغو هو كل كلام باطل اللغو هو كل كلام باطل لا فائدة منه يسمى لغو ولذلك من شقاء الدنيا ونكد الدنيا أنها مليئة باللغو ولذلك الإنسان يتأذى من الكلام الباطل مما يكدر سعادة المؤمن في الدنيا أنك تسمع كلام يؤذيك صح ولا لا تأتي مثلا إلى العمل قد تسمع كلمة تؤذيك تذهب إلى الشارع قد تسمع كلمة تؤذيك وهذا لغو يعني قد تجلس في مجلس مثلا ويتحدث فيه الناس في موضوع لا فائدة منه وموضوع مثلا مزعج ومؤذي فهذا من اللغو فالجنة منزهة عن ذلك يعني أصحابها لا يسمعون لغوا ليس فيها لاغية وإنما يسمعون ما يبهجهم وما يفرحهم وهذا من تمام نعيم أهل الجنة ولذلك المؤمن حتى في الدنيا يحاول أن يتجنب اللغو الله عز وجل قال والذين هم عن اللغوي معرضون يعني أنت تحاول دائما أنك تجالس من يفيدك ما تجالس واحد ثرثار مجرد فقط يعني يعطيك كلام لا فائدة منه معلش يعني الترويح والتسلية قد تكون مطلوبة أحيانا لكن بعض الناس ليل نهار يعني هذا شغله يعني بعض الناس يقضي النهار والليل كله في سمر وفي كلام وفي لهو هذا يمرض القلب ويشوش الذهن ويجلب الكآبة والحزن ألا ترون الآن إلى أمراض الاكتئاب والحزن التي تنتشر بين الناس هذه كلها بسبب الغفلة وبسبب الانهماك في كثرة اللغو وفي كثرة الأشياء في كثرة سماع الأشياء التي لا فائدة منها الواحد يحاول أن ينوع الفوائد يكون له ورد من القرآن يكون له مثلا قراءة في الحديث النبوي يكون له مثلا قراءة في السيرة النبوية يكون له أيضا جلساء مثلا يسألهم مثلا عن الحلال والحرام عن الخير والشر يعني يحاول أن يتجنب المجالس التي يكثر فيها اللغو الذي لا فائدة منه وهو مذموم كما سمعتم الآن في الآيات الله عز وجل يقول أيضا في سورة الواقعة في وصف أهل الجنة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فهذه هي أوصاف أهل الجنة نسى الله عز وجل نجعلنا وياكم منهم يعني لغوا مش ضروري الكلام باطل يعني كلام ليس فيه فائدة يعني ممكن يكون مو باطل بس أنا فانو عدنا نتكلم عن المباراة بساعة هذا لغو ايه لا فائدة أنا مش باطل إلا باطل 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 يعني ما عليش بقدر الحاجة بقدر الضرورة لكن واحد يجلس ساعة يتكلم عن مراهة رياضية أو كرة قدم ايش الفائدة من هذا يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزولوا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وقال ذكر منها عن عمره فيما أفناه الله بيسألك عن هذا الوقت هذا اللي راح ليش يعني لو كان مثلا شيء عابر شيء عرب لا بأس لكن تنضي الساعات تسأل عنها طيب ثم قال الله عز وجل بعد ذلك لا تسمع فيها لاظية قال فيها عين جارية وهذه كلها الضمائر تعود إلى أقرب مذكور يعني عندنا قاعدة في التفسير تذكرون من القواعد اللي تعلمناها في التفسير أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهناك قاعدة أخرى أيضا ذكرناها لكم في التفسير يقولون توحيد مرجع الضمائر أولى من تشتيتها وتفريقها ما معنى الكلام هذا يعني نحن نقول أن الضمير هنا في لا تسمع فيها يعود إلى الجنة وهنا نقول فيها عين جارية يعود إلى الجنة يعني يعود إلى نفس المذكور هذا أولى من أنك تقول مثلا يعود للجنة ويعود مثلا إلى مثلا نعيم الجنة أو يعود مثلا إلى أهل الجنة تجعلها الضمائر تعود إلى شيء واحد موحد طيب فقال فيها عين جارية وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن المتقين في جنات وعيون إذن هذه العيون جارية كيف جارية؟ ما معنى فيها عين جارية؟ قال المفسرون أي أن هذه العيون تنسابوا وتتدفقوا على سطح الجنة من غير أخدود طبعاً ما نقدر نتصور هذا لأن ابن عباس رضي الله عنه الله عز وجل قبل ذلك يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب يعني نعيم الدنيا أو نعيم الجنة ليس فيه شيء من الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني تشابه الأسماء فنحن لا نستطيع أن نتصور نهر يجري بلا أخدود وبلا حافتين يعني دائماً الأنهار تكون في سواقي وتكون في ترع وتكون في طرق مشقوقة في الأرض لكن هنا الله عز وجل قال فيها عين جارية أي أنها تتدفق من غير أخدود ولذلك يقول الإمام ابن القيم في نونيته الجميلة أنهارها في غير أخدود جرت أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضاني هذه نونية ابن القيم وتسمعونها بإنشاد بعد القحطاني أو غيره في من ينشدها إنشاد جميل جداً أبيات ابن القيم في النونية يصف فيها الجنة ويصف فيها يعني نعيم الجنة ويصف فيها يعني عقيدة المؤمنين أبيات جميلة جداً أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضاني فإذن هذه الأنهار نعيم الجنة لا يحتاج إلى أخديد ولا يحتاج إلى ترع تسير فيها هذه الأنهار ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك أو قبل ذلك الجنة فيها أنهار كم عدد أنهار الجنة؟ صح؟ كم عدد أنهار الجنة؟ أربعة؟ صح؟ أيوة شورة محمد هذه ولا شورة؟ شورة محمد اللهم صلي على محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار لحظة قبل خمر صور شوي فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار؟ إذن هذه أنهار الجنة أنهار الجنة كم؟ أربعة هذه مذكورة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم طيب قال بعد ذلك الله جل وعلا فيها أيضاً الضمائر لازالت تعود على الجنة فيها يعني في الجنة سرورٌ مرفوعة أي سرورٌ عالية وفرشٌ وثيرة سرورٌ مرفوعة والسرور هي المواضع التي يستريح عليها المؤمنون وهذا فيه إشارةٌ كما قال بعض المفسرين قالوا بأن هذا فيه إشارةٌ إلى الاستمتاع بالحور العين لأن السرور إنما تكون للنوم والاستمتاع فالله عز وجل يقول فيها سرورٌ مرفوعة في الجنة أي عالية وثيرة ثم قال بعد ذلك تبارك وتعالى والسرور طبعاً معروف أن السرور هي جمع سرير صح؟ سرور جمع سرير ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وأكوابٌ موضوعة أو كأكوابٌ موضوعة والأكواب جمع كوب طيب ما الفرق بين الكوب والكأس؟ الله عز وجل قال وأكواب ما قال وكؤوساً؟ قال أكواب وأكواب موضوعة وش الفرق بين الكوب والكأس؟ صح وكأساً دهاقة أحسنت وهذا أيضاً سيفيدنا في التفسير كأس للخمر وكأساً دهاقة نعم إذا أطلق في القرآن كأساً دهاقة ينصرف للخمر لكن ما معنى دهاقة؟ منتلئ أيوة أحسنت قالوا إن الكأس لا يسمى كأساً إلا إذا كان ممتلئاً يعني الكأس لا يسمى كأساً إلا ممتلئاً لكن هناك فرق آخر بين الكوب والكأس في اللغة العربية ما الفرق بين الأكواب والكؤوس؟ قال عز وجل وأكواب موضوعة قالوا إن الأكواب هي التي لا عروة لها الأكواب في اللغة العربية هو الذي لا عروة لها وأما الكأس قد يأتي بعروة وهذا طبعاً خلاف المعتاد عندنا الآن أو المألوف عندنا أننا الآن نفهم أن الكوب له عروة صح؟ لا هذا العكس الأكواب هي التي لا عروة لها والكؤوس بعضها يكون لها عروة طيب ما الحكمة؟ لماذا الله عز وجل قال وأكواب موضوعة؟ أو قبل ذلك ما معنى موضوعة؟ قالوا موضوعة يعني أنها متاحة لهم في كل وقت يعني في المتناول يعني من تمام النعيم من تمام النعيم أنك تجد طلبتك وتجد رغبتك وشهوتك مباشرة عندك ما يحتاج أن تطلب ألا ترى الآن يعني ولله المثل الأعلى ألا ترون الآن من النكد الذي يصيب أهل الدنيا الحين لما تطلب من مطعم ويقض ساعة ونص ما جاك ولا خمسة واربعين دقيقة ما جاك تتنكد يعني ولا لا تحس أنك يعذبك هذا يعني لكن لما تطلب من واحد يجيك مثلا بعد خمس دقائق أو بعد عشر دقائق تحس أنك مرتاح يعني من تمام النعيم أن يكون الطلب أو الرغبة موجودة فالله عز وجل قال وأكواب موضوعة يعني موجودة متاحة في كل وقت ليس الكوب مثلا بعيد فليس في المتناول تأتي به أو يحتاج وقت لا أكواب موضوعة يعني معدة فيشربون منها متى شاءوا ولماذا قال أكواب ولم يقل كؤوس حاولوا تفكرون نحن قلنا لكم الآن جزء من الجواب قلنا لكم أن الكوب ليس فيه عروة والكأس قد يكون فيه عروة لماذا عبر الله عز وجل هنا قال وأكواب موضوع فكروا معنا شوي صح قد يكون هذا أحد الأوجه لكن في وجه آخر الكوب هل تستطيع تشرب من جهة العروة؟ الآن هذا المقبض هل أستطيع أشرب من جهة هذه؟ ما تستطيع تشرب من جهة هذه لكن الكأس إذا كان له عروة ما تستطيع أن تشرب من جهة العروة فقال الله عز وجل أكواب يعني تستطيع تشرب من جميع الاتجاهات فهمتوا؟ أيوة يعني من النعيم أنها أكواب لا عروة لها وفي المتناول فأنت تشرب من كل الاتجاهات فهمتهم؟ الكوب ليس له عروة الكوب ليس له عروة والكأس هو الذي قد يكون له عروة هكذا في اللغة العربية قال الله عز وجل وأكواب موضوعة قال جل وعلا بعد ذلك ونمارق مصفوفة النمارق جمع ولا مفرد؟ جمع جمع وش مفرده؟ نمرقة النمارق مفردها ايش؟ نمرقة وش النمرقة؟ ما هي؟ مسند وسائد ليس المسند الوسائد وسائد تختلف عن المساند أو المخدة مخدة باللهجة الدارجة طيب المسائد يعني بحركة واحد مثما بده وراء لا هي الوسادة الوسائد تسمى وسائد طيب فإذا النمرقة ونمارق قال عز وجل النمرقة هي الوسادة وقد يستند إليها نعم مثل ما تفضلت قد تستخدم للاتكاء والاستناد طيب والله عز وجل قال نمارق مصفوفة وهذا ليتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى هذا المنظر يعني يتلذذون بها نظرا قبل أن يتلذذوا بها حسا وجسدا ألا ترى الآن يعني في الدنيا إذا دخلت بعض المجالس ورأيت المجلس مثلا فيه وسائد وفيه مثلا كنبات ألا ترى أن هذا من المتعة يعني من المتعة أن ترى المجلس يعني فيه شيء من الرفاهية هؤلاء ينظرون إلى هذه النمارق مصفوفة فيلتذون بالنظر إليها قبل أن تلتذ أجسادهم وأبدانهم بالاتكاء عليها واستخدام هذه النمارق ونمارق مصفوفة ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةَ الزرابي كذلك واضح من السياق أنها جمع صح؟ وش مفردها؟ زُرْبِيَّة شددها زُرْبِيَّة ها؟ الزرابي جمع زُرْبِيَّة زُرْبِيَّة طيب ما هي الزرابي؟ أيوة أيوة أحسنت الزرابي هي الفرش المداد والسجاد والفرش التي يتنعم بها البسط الفاخرة وقال بعض المفسرين كالإمام بن جريل قال هي الطنافس ما هي الطنافس؟ قالوا الطنافس هي البسط المخملية التي لها يعني مثل ما نشوف بعض الصجاد بعض الصجاد يكون له شعر يكون له زي الحرير يعني مرتفع هذه تسمى الطنافس طنافس في اللغة العربية هذا ذكره الإمام بن جريل كبير المفسرين فهي زرابي مبثوثة ونفهم من قوله مبثوثة أنها كثيرة أليس كذلك؟ متفرقة وهذا أيضا من النعيم من النعيم أن تكون الوسائل المتاحة للمنعم أن تكون كثيرة أنه مما يكدر يعني صف والنعيم أن ترى الشيء قليل ولذلك الله عز وجل قال وَزَرَابِيُّ مَبثوثَةَ هذه الآيات أيها الإخوة يعني تجعل الإنسان حقيقةً يشتاق إلى الجنة إنسان لما يسمع وصف الجنة ونعيم الجنة يشتاق إلى هذه الجنة التي وصفها الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف عظيمة قال تبارك وتعالى وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره فإذن هذه الآيات أيها الكرام التي معنا في هذه الليلة تحدثت عن الشق الآخر وهم أهل الجنة تحدثت عن نعيم أهل الجنة وتحدثت عن ما عده الله تبارك وتعالى لأهل الجنة ونخرج من هذه الآيات بالفوائد التالية أن وجوه المؤمنين تكون منعمةً في الآخرة وأن النعيم والبشر والفرح يظهر على الوجوه كما أن البؤس والخوف والحزن يظهر كذلك على وجوه الكافرين والمنافقين الآيات فيها من الفوائد أنها تحث على الإصراع في العمل الصالح الذي يبلغك هذه المنزلة لتكون راضياً يوم القيامة وليرضى الله عز وجل عنك كذلك من الفوائد في هذه الآيات أن الله عز وجل وصف الجنة بأنها عالية وأعلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى من الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك المؤمن إذا سأل يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة كذلك أيها الكرام من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآيات أن الجنة ليس فيها كدر وليس فيها حزن وليس فيها عمل له باطل ولا فعل له فلا ترى ما يحزنك من الأفعال ولا ترى ما يحزنك من الأقوال بخلاف الدنيا ولذلك كان من نعيم أهل الدنيا من نعيم أهل الدنيا أن الإنسان ينأى بنفسه عن مجالس اللغو يعني تحاول بقدر الإمكان أن تكون مجالسك في بيتك وفي عملك وفي مسجدك ومع زملائك أن تكون مجالسك نافعة مفيدة حتى تنعم نفسك وتسعد قبل أن تسعد بلقاء الله تبارك وتعالى ورضوانه كذلك دلت الآيات أن الجنة فيها عيون وأنهار وأن أنهار الجنة لا تسير في أخاديد وإنما تسير بغير أخدود وهذا من تمام نعيم أهل الجنة كذلك دلت الآيات على أن أهل الجنة ينالون كل ما يريدون من غير تطلب الله عز وجل قال وأكواب موضوعة يعني هذا النعيم في المتناول وهذا بخلاف نعيم أهل الدنيا حتى وإن تمكنوا من التحصيل ومن كان مقتدراً في الدنيا ويريد أن ينعم نفسه يبقى هذا النعيم مكدر ويبقى هذا النعيم منغص من جهة وصوله إليه ومن جهة تلذذه به ومن جهات كثيرة لا مقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الآخرة هذا تقريباً ما يتعلق بالسياق هذه الليلة وإن شاء الله إن كان في العمر بقية الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس هذه الليلة نتحدث عن المقطع الأخير السياق الثالث والأخير من سورة الغاشية ويبدأ من قول الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هذه خاتمة سورة الغاشية نختمها إن شاء الله عز وجل أسبوع القادم في نفس هذه الليلة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وأن يفرج همى إخواننا في غزة وفي السودان وفي كل مكان إنه سميع قريب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين